ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأهده لا شريك له شرع لنا دينا قويما وهدانا إليه سراطا مستقيما وأشهد أن سيدنا ورسولنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا أبد الله ورسوله أرسله الله شاهدا ومبشرا ونزيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسها الأمة فكشف الله به الغمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم أهينا على سنته وأمدنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والسديكين والشهداء والصالحين وهصن أولئك رفيقا أما بعد فيا أيها الناس أوسيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه والغاعته فإنها ركن الأقوى والوسية العزمى والسعادة الكبرى في الآخرة والأولى ومن يتق الله يجعله من أمره يسرى ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه السيئات ويؤذم له أجرا أيها المسلمون التوالؤ لله تعالى ولخلقه صفة عزمى من صفات المؤمنين وعدب من آذاب الصالحين وتريق عظيم من ترك السالكين والدليل على محبة رب العالمين وسبيل إلى مرات الله وجنته والتوالؤ من أجل صفات عباد الرحمن حيث قال سبحان وعباد الرحمن الذين يمسون على الأرض هون أيها المسلمون قرأ أمر الله رسوله بالتوالؤ مع أنه سيد المتواجعين فقال واخفد جناهك للمؤمنين وكتجلى هذا الخلق في شخصه الكريم تجلى في سائر أهواله في أقواله في بيته في لباسه ومركبه ومعكله ومشربه وكان صلى الله عليه وسلم يدعو للتواد فيقول إن الله أوهى إلي أن توادأوا حتى لا يفحر أهد على أهد ولا يبخي أهد على أهد وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الكبر ويبغد أهله ويقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مسقال زرة من كبر ويروي أن ربه أنه سبحانه قال الكبرياء ردائي والعظمة إذاري فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار ومن توادوه صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور الأنصار ويسلم على سبيانه ويمسه رؤوسه ويداعبه وكان صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه فيأتي الغريب ويسأل أيكم محمد وكان صلى الله عليه وسلم يكلم الناس بلدف ويبتسم في وجوب أصحابه ويجيب الدعوة ويجلس مع المساكين والدعفاء والخدم ويعود المريد ويتبع الجنائه وكان أشار القرآن الكريم إلى توادوه فقال فبما رحمة من الله لم تلهم ولو كنت فزاً غليلاً أيها المسلمون التوادو وإن كان خلقاً من الأخلاق إلا أن له مظاهر فمن مظاهر التوادو قبول الحق ممن جاء به كائناً من كان وإن خالف الرعي والهوى ومن مظاهره اللين مع الحلق والرفق بهم والتوادو لهم وبخاصة الفقراء والمساكين والحرم ومن مظاهره أيضاً بذل السلام على كل أهد صغيراً أو كبيراً غنياً أو فقيراً فكذلك رب السلام قال سبحان وإذا هويتم بتهييت فهجوا بأحسن منها أو ربطوها بعد والنام بعد قل بينا والنام والنام نام يوى غلن ذاكي زهرم قللي لنام قللي لطن قللي أبين والنام والنام للبعد والنام للسوهد للنام لغم يتسمع لما لاهم يأễن بج lol يبدأ بجمع البريسية لحقاً لอนنام شهار غتمت ذهب uh ان هنا اهة بنفسي بنفسي عن نفسي ء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة 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 نانسي قنقر وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ وَأَهْمِ هَوْزَةَ الدِّينَ وَدَمِّرْ أَعْدَاءَ الْإِسْلَامِ اللَّهُمَّ نصُدِّينَكَ وَكِتَابَكَ وَسُنَّةَ نَبِيِّكَ اللَّهُمَّ عَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ وَوَحِّدْ سُفُوفَهُمْ وَأَسْلِهْ قَادَتَهُمْ وَارْزُقْهُمْ بِطَانَةً صَوَالِهَةً تَعْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُمْ أَنِ الْمُنْكَرِ اللَّهُمَّ جَعَى بَلَدَنَا آمِنًا مُتْمَئِنًا سَخَاءً رَخَاءً وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ احْفَذْ دِينَنَا وَاحْفَذْ بِلَادَنَا مِنْ كَيْرِ الْكَائِدِينَ وَمَقْرِ الْمَاكِرِينَ وَفَسَادِ الْمُسْلِينَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِالزَّالِمِينَ المُؤْتَدِينَ الَّذِينَ يَسْأَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اللَّهُمَّ فَرِّدْ جَمْعَهُمْ وَشَتِّدْ شَمْ لَهُمْ وَجَعْلِ الدَّائِرَةَ عَلَيْهِمْ يَا قَوِيٌّ يَا عَزِيزٌ اللَّهُمَّ ارْفَعَنَّ الْغَلَى وَالْوَبَى وَالْرِّبَى وَالْزِّنَا وَسُوءَ الْفِتَلِ مَا زَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وتحول آفيتك وفجيات نكمتك وجميع سختك يا رهمن يا رهيم اللهم اشف مردانا وارحم موتانا وبلغنا فيما يُديك آمالنا واحتم بالباقيات الصالحات آمالنا وجعل خير أيامنا يومنا القاخ فيه وأنت رادٍ عنا ربنا اخفر لنا والإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعر في قلوبنا خلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا ظلن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاحات